بعد أعوام من إقفال الحدود بين النظام والمملكة الأردنية الهاشمية والتي جمدت معها كل أشكال التواصل السياسي والاقتصادي بقي استقبال المملكة للاجئين السوريين هو عامل الربط الوحيد على حدود البلدين في آذار الماضي تواردت أخبار عن ازدياد حالات اعتقال الأردنيين في سوريا حيث استدعت عمان القائمة بأعمال نظام الأسد لديها وطالبت بالإفراج عن أحد مواطنيها وفي الثامن من نيسان الماضي أعلن الأردن إفراج سلطات النظام عن ثمانية أردنيين من بينهم ثلاثين محتجزين عنده بعد أن استدعت السلطات الأردنية القائمة بأعمال النظام في عمان أربع مرات للسبب ذاته وزاد قلق الأردنيين من السفر إلى سوريا بعد حادثة اختطاف أردنيين اثنين مقابل فدية مالية في شهر أيار ليفرج عنهما بعد يومين فقط في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2018 أعيد فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن بعد تمكن قوات النظام من السيطرة عليه بدعم من روسيا والميليشيات الإيرانية وذلك عقب معارك عنيفة مع فصائل الجيش الحر التي سيطرت على المنطقة لثلاث سنوات المعبر الحدودي شهد تذبذبا في حركته الاقتصادية والمدنية كما شهد معارضة من قبل التجار الأردنيين بسبب تخفيض الأسعار وعمليات التهريب التي تتم من سوريا إلى الأردن حسب وكالة الأناظول وبعد خمسين يوما من إعادة فتح الحدود وتحديدا في الرابع من كانون الأول الماضي أعلن مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية أن ثمانية وعشرين ألف سوري غادروا المملكة وفق تلفزيون المملكة الرسمي في وقت أشارت فيه مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن استطلاعات الرأي التي أجرتها تشير إلى عزم ثمانية بالمئة فقط من اللاجئين السوريين في الأردن على العودة إلى بلادهم بسبب الخوف من ممارسات نظام الأسد